طيب تعالوا نتكلم على حاجة اسمها المحافظة الالكترونية محافظة الالكترونية تقريبا تقريبا يعني ما فيش مواطن مصر لما عنده محافظة الالكترونية متوصلة مع شبكات المحمول التلات ايه المعنى ان انت حضرتك عاوز تبعث لخالك في البلد انت في القاهرة وخالك في الشرعي عاوز تبعث له الف جنيع دية فما فيش بقى ولا بريد ولا حاجة فبتروح انت عندك اساسا محافظة مشترك فيها مع البنك او شركات المحمول وتروح وتروح حاطت فيها فلوس بتاعتك وتروح محول منها ليه على رقم تليفون هو ياخد الرسالة اللي جاله على الرقم التليفون ويروح لشركة المحمول بتاعته التابع ليه فودافون اورنج اتصالان او يروح سوبر ماركت بيقدم الخدمة حاجة بسيطة او يقول لنا عندي الرسالة دي تديني الالف جنيع يقول له طب عندك الالف جنيع بس تدفع لعشرة جنيع مولة سحب ماشى ماصر كلها شغالة عندنا كام 22 مليون محفظة الكترونية انتوا تخيل 22 مليون محفظة الكترونية طب انا هقولك على رقم احنا حولنا فيه السنة اللي فاتت ل22 مليون محفظة الكترونية دي حولت كام يعني حجم الاموال اللي تم تدولها 237 مليار جنيه 237 مليار جنيه الناس عمالة تحول لبعض اه دفع 20 واحد وعشرين وتخيل الرقم وتخيل حجم الاموال المهم طلعت اشاعة اشاعة اغلب المحافظ دي عند الطبقة الدنيا والوسطى يعني حتى الطبقة الايه كمان طلعت اشاعة قالك الحكومة وقفت المحافظة الالكترونية ده هيعمل مشكلة كبيرة خاصة على دخل تعيد المركز الاعلام اتبع لمجلس الوزراء تواصل مع الاجهزة المختصة الجهاز القوم للتنظيم الاتصالات يا جهاز يا قوم يا منظم الاتصالات اتبع لوزارة الاتصالات انتوا لغيتوا عمل المحافظ قالت حبدا والله ولا حصل ولا هيحصل وما ينفعش اساسا ومع ذلك الناس لسه عملت تتداول على الواتساب يبعتوا رسائل عن جهل كده الحكومة لغت المحافظ لا انا بقول لك من المصر افندي المحافظ الالكترونية شغلة مفيش فيها اي مشاكل ماشي